السلام عليكم في اخر سنة 2019 وصل بلاغ لرجال الامن في بيروت عن وجود جثة لفتاة الفتاة اسمها رنة بعينو توجه الى موقع البلاغ ولا كان على طريق عام والفتاة موجودة في الشارع استغربوا البنت مبين عليها كدمات وقسور ونزيف لما وصلوا الادلة الجنائية اثبتوا ان البنت يعني متوفية وكان في واحد واقف في الشارع بسيارته اعتقدوا في البداية ان هذا الشخص ربما انه يكون قد صدمها البنت هذي اللي اسمها رنة بعينو لكن بسؤاله قال يبه هذي زوجتي وكان منهار ويبكي الرجل شنو القصة شنو اللي حاصل قال كنت امشي انا وزوجتي في السيارة وكنت اصول بالتريفون فجأة زوجتي رنة افتحت الباب ورمت نفسها من السيارة ليش شنو اسباب قال ما ادري شنو المشكلة انا اصلا ما كنت منتبه وكنت اصول بالتريفون واسوق السيارة فجأة الا هي فاتح الباب وطايحة في الارض ووقفت على طول نما نزلت لقيتها بهالوضح هذا البنت تنزف وفارغت الحياة طبعا هذا كان مجرد تحقيق اولي في الواقع علشان يعرفون هالبنت هذي يعني تعرضت لحادث دهس ولا شنو القصة هذا الشخص منه المهم مالكم بالطويلة الادلة الجنائية اخذت الجثة وحولوها للطب الشرعي واخذ الزوج للتحقيق بدت التحقيقات معاه وكذا وكان مصر على كلامه ان البنت هي اللي رمت نفسها من السيارة لكن ما في جريمة بدون دوافع مستحيل شنو دافع البنت هذي انها ترمي بنفسها لابد ان للزوج علاقة حاولوا يكلمون كذا مرة تحقيق مني ومناك وكذا اصر على كلام انا علاقتي مع زوجتي جدا يعني ممتازة وما بينها مشاكل وهي اللي رمت نفسها بالشارع هل هي عاد رمت نفسها متعمدة ام الباب مفتح بالغلط يعني حاطت ايدها مثلا على مقبض الباب مثلا وفتحتها بالغلط وطاحت ما ادري استمرت التحقيقات لكن كانت هناك شبهة للجريمة مستهيل البنت ترمي نفسها بدون اي سبب لا الشي الاغرب منه انه لما اسأله الزوج البنت لما رمت نفسها وانت كنت تسولف بالستريفون كم كانت سرعتك قال تقريبا ثلاثين كيلو في الساعة تعرفون العداد السيارة لم يكون ثلاثين شي بسيط جدا يعني ماهو سريع فقالولا انت على خط سريع ماشي ثلاثين غريبة يعني اقل شي نكتمشي ستين سبعين اقل شي ليش ماشي ثلاثين شنو كنت تسول قال لا كنت تتكلم بالتيفون وكنت مشغول لذلك كنت امشي شوي شوي حاولوا ان يثبتون هالكلام هذا الزوج صحيح ام لا ماقدروا في البداية ارجعوا لكاميرات اللي موجودة في المحلات وكذلك في الصيدليات اللي كانت على الشارع نفسه اثبتت ان السيارة لما مرت طبعا ماقدروا يحصلون على الكاميرات اللي كانت في موقع سقوط البنت اللي قو كاميرات في الشارع يعني في اول الشارع اثبتت ان الزوج لما كانت راكبه وياه الزوج ترانا كان يمشي بالسيارة بشكل متعرج يعني السيارة تروح يمين ويسار ويمين ويسار وكانت سرعته اكثر من 30 كيلو متر في الساعة تقديريا طبعا هذا الشيء اكد لهم انه في حدث او خطب ما حصل قبل ما ترمي رنة نفسها من السيارة لما تكون السيارة متعرجة اكيد هذا السايق كان مشغول في شيء يعني كأنه كان يضرب رنة او كان يعنفها او كان مشغول معها يعني لدرجة انه مو قادر يمشي في السيارة بشكل مستقيم امسكوه مرة ثانية تعال ليش كنت تمشي بخط متعرج يمين ويسار كذا كنت تضرب البنت قال لا مو صحيح الكلام وكذا ما لكن بطويلة الرجال مصمم على كلامه راحت القضية للمحكمة القاضي طلب تقرير من المستشفى الغريف في الموضوع لما الجلسة الثانية بطلب من القاضي طلب تقرير من المستشفى احضرت دكتورة منها الدكتورة اطلعت بالمصادفة ان الدكتورة اللي كانت تشرف على التقرير الطبي ليرانا هي زوجة القاضي فحطوا القاضي في موقف محرج وانتم معارفين دائما القاضي اذا كان احد اطراف القضية له علاقة فيه بشكل مباشر او غير مباشر يطلب ابعاده عن القضية ويتوجه القضية الى قاضي ثاني علشان القاضي لا يكون في موقف شبهة بالفعل القاضي انصدم ان الدكتورة اهي زوجته يعني بالمصادفة ان اهي اللي ماسكت تقرير للبنت رناء المتوفية فاحال القاضي القضية بالكامل الى قاضي ثاني احصلت جلسة ثالثة الجلسة الثالثة حضر محامي البنت رناء المحامي اكد ان خمسة من الاطباء المختصين في العلم الجنائي وفي الطب الشرعي اللبناني اكدوا ان السيارة لما تمشي ثلاثين متر في الساعة مستحيل ان تصاب بالاصابات اللي كانت موجودة في رناء قالوا له شنو الاصابات اللي فيها ذكر المحامي ان التغرير اشار ان الاصابات كانت عبارة عن كسر في الجمجمة وجرح 17 سنتيمتر في الرأس وكسر في عظمة الدماغ وكذلك كانت فيها نقصان في النسيج الجلدي بسبب السحجات بالاضافة الى عوجاج دماغي وخدوش على الرجلين والظهر وجلف كبير اسفل الظهر وكدمة كبيرة عند الخد الايسر تحت العين بالاضافة الى كسر الانف الغريب في الموضوع ان الانف مبين ان مكسور اثر ضربة واكدوا الاطباء الخامسة ان هذه الاصابات مستحيل يتسبب فيها سقوط من سيارة وانت تمشي 30 متر في الساعة ترى 30 متر في الساعة ماهي سرعة كبيرة قليلة جدا لما يطيح الواحد ممكن طبعا لما يطيح على ارض مستوية يعني ما يكون فيه صخور او ارتطام بشي كبير لا لما يطيح على الارض طبعا معروف يصير فيه سحاجات ممكن يكون فيه كسر باليد كسر اما بالرقبة او كسر بجمجمة الراس اما ضربة تكسر عظمة الانف او كدمة بالخد كأن بوكس او كأن يعني بالبونية على قولاتهم هذي اللي شككت المحكمة في الموضوع بدو يواجهونا من جديد انت اعتديت عليها بالضرب الكلام كله يقولون ان اصلا البنت تعرضت للاصابات مرتين المرة الاولى في واحد ضربها وكسر عنفها وضربها على الخد ويعني تسبب فيه اصابات بليقة جدا في البنت والاصابة الثانية لما سقطت من السيار اين يتبين ان هالزوج اكيد وهو اللي اعتدى عليها بالضرب والظاهر انها فقدت الوعي او ماتت على ايد وحب يخفي هالاصابات هذه عن طريق القائها من السيارة وهو عارف انه ممكن رح تحصل لها كذلك اصابات لكن يكون الوضع يعني خطأ وما هو قتل متعمد اهني بدت المحاكم بتوجيه تهمة القتل لهالشخص لكن شنو الاسباب مستحيل رجل يقتل زوجته بدون دافع قوي لما شيكوا في الموضوع ان الزوجة هذه اصلا رنة شنو تشتغل اطلعت رنة تشتغل مفتشة جمركية واذكرت كذلك صديقة رنة ان رنة ذكرت لها قصة وانه القصة هذه ممكن تؤدي الى انهاء حياتها قالت له شنو يا رنة انا وقفت شحنة من الكمبيوترات المحمولة وكذلك الاجهزة الكهربائية المرسلة من الخارج من احد اقارب زوجي وكان زوجي طالب مني اني امشيها لكن انا رفط وتحفط عليهم وابلغت فيهم ادارة الجمارك وانا خايف ان زوجي يعرف اني انا مسكت هالشحنة هذه المخالفة واخف واخف انه ينتقم مني وبالفعل لما تأكدوا من اقارب رنة قالوا فعلا في احد التجار للاجهزة الكهربائية وهذا قريب زوج رنة عرض علينا مبالغ ضخمة جدا مقابل التنازل عن القضية وعدم توجيه التهمة لزوج رنة لانه خايف انه توسع التحقيقات وانه راح تنكشف قصة التهريب الجمركي واللي تسبب في وفاة المفتشة الامينة رنة وإلى قبل شهرين في واحد الفين وعشرين كانت الجلسة الثانية وإلى الآن مستمرة المحاكمة فيها القضية هذا نهاية سالفتنا وفهمان الله مع السلامة